هناك سؤال مشترك تقيباً في من خاف عن نفسه سواء كان عنده مشكلة صحية أو كان عنده في البيت من يعاني مثلاً كبير سن أو مريض فمثل هذا هل نقول له الأفضل أنك تصلي في البيت ويُعذر بترك الجماعة أو ماذا؟ نعم من كان يخشى على نفسه الضرر أو يخشى على غيره ممن هو مقيم معه في البيت الضرر بسبب المخالطة فيسقط عنه وجوب صلاة الجماعة ويصلي في البيت والحمد لله الأمر واسع وفي هذه الظروف لا يشدد في هذه المسائل نظراً للظرف الحالي لا يشدد وكل إنسان أدرى بنفسه إذا كان يخشى على نفسه الضرر أو كان حتى كبيراً في السن يعني من بلغ ستين فأكثر أولاً لا تجب عليهم الصلاة مع الجماعة في المسجد وإنما يصلون في بيوتهم وهم معذرون ولله الحمد وهذا الدين دين مبناه على اليسر والسهولة كما قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج فمن كان يخشى على نفسه من كبار السن أو من المرضى أو من من عندهم ضعف في المناعة أو إذا كان عندها أيضاً كبير سن في البيت ويخشى عليه عندما يذهب ويرجع من المخالطة فهؤلاء لا تجب عليهم الصلاة مع الجماعة في المسجد ويصلون في بيوتهم وهم معذرون وتقدير ذلك يرجع للإنسان الإنسان أدرى بنفسه فإذا كان يخشى من الضرر فلا حرج عليه في أن يصلي في بيته والحمد لله اشتركوا في القناة